كل مفتايد للشدائد قصة يحمل معاني كثيرة نحتاجها في حياتنا فإن كل واحد مننا يتعرض للشدائد ويتعرض لأحداث هذا الزمان فيحتاج في هذا الأمر أن يتعرف على قصص السابقين وكيف واجهوا هذه الشدائد وكيف تجاوزوها وكيف صاروا ممن يتأسى بهم في هذا المقام فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح الحمد لله وحده الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله إخواني الكرام حياكم الله أخوات الكريمات مع لقاء متجدد برنامج للشدائد قصة وقصتنا اليوم وقصتنا اليوم مع حادثة كانت من أشد الأحداث على الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ويحادثة استشهاده رضي الله عنه وأرضاه وكنا في حلقات سابقة قد تكلمنا عن بعض الأسباب والمقدمات وكيف أنه طعن رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة غلام للمغير من الشعبة وكان قد أضمر الشر لعمر رضي الله عنه وقد حشى خنجرا ذا رأسيني حشاه بالسم فطعن عمر فلما جاءه الأطباء ليروا جرحه والطعنات التي طعن بها رأوا أنه لا فرصة للحياة بعد هذه الطعنات فجاءه الناس يزورونه ويعزونه ويثنون عليه خيرا وهذه العادة الكريمة وهذا الواجب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم عن مسلم خمس قال إذا مرض فعد زيادة المريض من أعظم الأعمال الصالحة التي يتسابق المسلمون لأدائها وفعلا تتابع الناس إلى عمر رضي الله عنه يسلمون عليه ويعزونه ويرجونه ويذكرون له من الأعمال الصالحة التي كان يعملها وهذه من السنن الكريمة أنك إذا يتيت مريض وهذا المريض ممن لا يرجى برؤه واحتمال أن يكون مقبلاً على الموت أن تذكر له ما كان يعمل من خير ترجيه تعزيه تجعله يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فبدأ الناس يثنون عليه ويذكرون له ما كان يعمل من أعمال صالحة كما قال ميمون بل عمر بن ميمون رضي الله عنه قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين يعطيه الكلام الطيب والزيارة والعذاب والكلام الجميل قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك قد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله كنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام وفي رواية قدم في الإسلام يعني سابقة في الإسلام أو أعمال ورسوخ في الإسلام من أعمال صالحة قدمها عمر رضي الله عنه أرضاه قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة يعني هذه الطعنة هي شهادة لك بإذن الله قال وددت أن ذلك كفافاً لا لي ولا علي يعني ليتني بس أطلع من الدنيا ما لأي شيء فيها فلما أدبر ذلك الشاب إذا إزاره تسحب على الأرض يعني كان ردائه طويلاً يمس الأرض فقال عمر رضي الله عنه ردوه علي ردوا علي الغلام هذا الشاب الذي جاءه يعزيه لاحظ عليه عمر تخيروا يا إخوة يا أخوات في اللحظات الأخيرة من حياة عمر كان مستمراً على الأمر معروفاً على المنكر لم يشغله المرض وهذه اللحظات الأخيرة أن ينصح ذلك الشاب قال ردوه علي فلما رجع قال ابن أخي ارفع ثوبك يعني لا تكو مسبلاً ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك الله أكبر ما هذه الروح العظيمة في حملهم بالدين حتى في اللحظات الصعبة في نهاية الحياة لم يترك عمر رضي الله عنه الأمر المعروف والنهي على المنكر فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير اشتركوا في القناة حياكم الله إخونا الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع اللحظات الأخيرة لعمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه ما زلنا مع اللحظات التي صدمت المسلمين واشتد الخطب على الناس لأنهم يرون أن الساعة قد قربت ساعة فراق أمير المؤمنين ساعة فراق الخليفة العادل حكمت فعدلت فأمنت فنمت هذا الخليفة الذي اهتز كسر على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه الآن يرون الساعة التي سيفارق فيها الحياة صدمة كبيرة صدمة بها الناس وجاءه يعزونه واحدا وراء واحد وكان من أكثر الناس عزاء له وكلاما طيبا عنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الإمام علي كان يحب عمر رضي الله عنه وكان عمر يحبه كان عمر دائما لا يفارق علي رضي الله عنه دائما يطلبه أن يكون معه لا جعلني الله في أرض ليس فيها أبا الحسن كان يتمنى دائما أن يكون علي ويحرص أن يكون علي رضي الله عنه معه في جميع المواطن وكان علي رضي الله عنه يحب عمر وقد زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين وهذا يدل على المحبة المستمرة والمودة الدائمة والارتباط الذي ظهر في التواصل وكذلك من المواقف ما ظهر عند مرض عمر رضي الله عنه قبل وفاته فقد جاء رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن عباس رضي الله عنه وقد تكلم عند رأس عمر وكان ذكر ابن عباس كان خليطا بعمر ملازما لعمر يقول والله لا تخرج منها كفافا يعني لا أنت يا عمر شو أن تخرج من الدنيا كفافا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبته خير ما صحبت صاحبه قال كنت له وكنت له وكنت له وكنت له حتى قبض رسول الله وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت تنفذ أمره وكنت له وكنت له وبدأ يذكر بالأعمال الصالحة التي كان يفعلها عمر مع أبي بكر الصديق ثم وليتها يا أمير المؤمنين صرت خليفة وصرت أمير المؤمنين قال فوليتها بخير ما وليها وال يعني أفضل ما ينبغي أن يفعل فعلت أنت وكنت تفعل وكنت تفعل وبدأ يعدد له أعمال الخير التي كان يقوم بها عمر فكان عمر رضي الله عنه يستريح إلى حديث ابن عباس يعني فعلا ابن عباس كلامه لعمر كان فيه تعزية جميلة وكان فيه تهدئة لنفس عمر في تلك اللحظة الحرجة التي كان فيها عمر وهذه رسالة إلى أن الإنسان يجب أن يقول الكلمة طيبة للمريض بالذات المرضى الذين هم قد أشرفوا الموت يقول فيه كلمة يؤزي فيها هذا الشخص ويهيئه لأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ثم ماذا نعرف هذا في حلقة قادمة فالوقت قد أزف إلى ذلك من الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته